كنت سألتك قبل الفاصل عن صفقات نار الزمالك صفقات نار الزمالك أنا يعني أعدت كذا مرة مع الأستاذ أحمد مرتضى حتى لدرجة أن نعيد الفطر اللي فات ده أنا صليت العيد في العجوزة لأنه كنت في نار الزمالك لذلك الصبح عشان موضوع الصفقات وعشان موضوع أفريقيا وعشان مين اللي يقعد من بتاعه عشان إيه يبقى العملية عملية متوازنة وفي الآخر قعدت مع المستشار المرتضى الراجل قعد معي وحطينا التصور كامل للعيبة اللي هتقعد واللعيبة اللي هتمشي واللعيبة اللي جاية يمين فيه يعني انت اخترت اللعيبة أسامة إبراهيم وعلي فاتحي ومجمع دي كلها احنا مش عملية مش بقولك لا بقولك احنا مش عملية أن احنا اخترنا احنا محتاجين احنا اخترنا حاجات محتاجنا فعلا يعني ناد الزمالك جايب سبعة تحت الفروت السنة اللي فاتت ومفيش باكلفت عنده غير باكلفت واحد او راح جاب آآ علاء وما كانش فيه باكلات غير حازم إمام وعمر جابر لما مشي بزبط وآآ وآآ كده جاب شريف علاء المهم وما كانش في السرد باكلت بعد الاعراض كان عنده شريف علاء ومشي موشي فيه مفيش هافض فندر تاني مع طارق بديل لطارق يعني طارق كان يقعد يعني أنا فيه ماتشات كتير جدا حتى اتكلمت مع المستشار المرتضة بيكلمني على أحد اللعيبة يعني إن كان وحش وبتاعه كده في نص الملعب قلت له الراجل ده ما يعرفش يلعب في الحتة دي كاثنين ارتكاز بقى لك إزاي إن الراجل ده لما طارق ما يبقاش موجود أو أحمد توفيق ما قدرش ألعب باثنين ارتكاز مهما كان قلت بالك إزاي كنت بلعب بثلاثة أو نص الملعب لو أنا عايز ألعب باثنين ارتكاز عشان يبقى عند الشيق اللي يجومي أقوى ما ينفعش فما فيش البديل قلت عملت التوازن ما بين الصفقات والاحتياجات احتياجاتك الأساسية الأول قلت بالك والحاجة التانية إن أنت بتدعم برضو كان آخر صفقة اتكلمت فيها كان استهلي قلت بالك والمستشار المرتضى بالأمانة اتكلم مع المهندس ماجد سامي وبعدين ما عرفش بقى الوفوضات بقى لغات مقيمة عرفت من السل جيوب بتاعه كده وكنت ألا من الناس برضو اللي أنا كنت بتكلم مع المستشار المرتضى وبتكلم مع اللجنة أنا ما بحبش المبالغة في الأسعار مهما كانت نجومية اللعيب دوته ومهما كانت قوته أنا ما أحبهاش يعني ما أحبش أصلي يعني ما عندناش واتسوق عرض وطلب أصلي بالزبط يعني أنت بتبالغ في الطلبات بتاعتك فأنا أجي أقول لك شكرا خلاص وكي ما فيش مشكلة يعني لأن لعبة مصر كلها قريبين من بعض وبعدين أنت ممكن تجيب طرق إيحية نجم في ناديق ممكن يجي من كم وحصل كتير قوي كتير قوي بس فأنت وفي نفس الوقت أنت بتنقي اللعيبة اللي هي تمفعك وتمشي معك ترجمة نانسي قنقر